أهلا بكم تختلف الانتخابات التشريعية السورية هذا العام عن الانتخابات السابقة عام 2016 من حيث السيطرة العسكرية للجماعة الإرهابية وللدولة على الأراضي السورية في دماشق عام 2016 كانت مناطق الغطط الشرقية من ضمنها مدينة دومة إلى جانب دارية والمعظمية وقدسية وغيرها في الغطط الغربية كلها تحت سيطرة المجموعة الإرهابية أما الريف الجنوبي فكان بشكل كامل أيضا محتلا من التنظيمات المسلحة أما اليوم فعادت هذه المناطق بأكملها إلى سلطة الدولة السورية في القنايترا كان معظم الريف الشمالي والشرقي تحت سيطرة جبهة النصر والفصائل المدعومة من إسرائيل وفي درعا كان الريف الغربي والجنوبي أيضا تحت سيطرة الإرهابيين أما اليوم فالمعادلة تغيرت واستعاد الجيش السوري السيطرة على هذه المناطق عام 2016 كان الجزء الشرقي من مدينة حلب تحت سيطرة المسلحين إلى جانب معظم ريف الجنوبي والشرقي والشمالي والغربي وكانت كل هذه المناطق خارج معادلة الانتخابات بسبب سيطرة المجموعة الإرهابية عليها أما اليوم فكل محافظة حلب تحررت وعادت تحت سلطة القانون في عام 2016 كانت التنظيمات الإرهابية تسيطر على منطقة البادية المحاذية للحدود الإدارية لمحافظة دير الزور ومدينة دير الزور والبوكمال عند الحدود السورية العراقية أما اليوم فكل هذه المناطق تحررت وعادت إلى الدولة